اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام نشرة الاخبار من قناة عدن الفضاية استنكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استمرار ميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران بانتهاك القوانين الدولية من خلال اطلاق الطائرات المفخخة من دون طيار وصواريخ الباليستية باتجاه المدنيين في المملكة كما اكد في كلمته امام مجلس الشورى السعودي استمرار دعم المملكة للشرعية في اليمن حتى استعادة الدولة ومؤسساته الشرعية دانى وزير الاعلامة في حكومة تصريف الاعمال لمعمر الارياني اصدر ميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران اوامر بطرد الاكاديمية البارز في جامعة صنعاء الدكتور يوسف محمد عبدالله من شقته في السكن الجامعي دون اعتبار لمكانته العلمية واسهاماته في خدمة المجتمع اوضح ان القيادي في ميليشيات الحوثية المدعو ابراهيم المطاع اصدر توجيهات بطرد اسرة البروفوسور اليمني وعالم الاثار يوسف محمد عبدالله الذي يتلقى العلاج في القاهرة من شقته في السكن الجامعي او دفع ايجار مقابل بقائهم في الشقة بعد ان نهبت رواتب موظفية الدولة منذ خمسة اعوام واشار الارياني الى ان ميليشيات الحوثية تتعمد وعبر عدد من الاجراءات اهانة المئات من اكاديمي اليمن اكاديميي اليمن الذين افنوا حياتهم في المسيرة العلمية والتعليمية لدفعهم لمغادرة البلد بعد ان حولت جامعة صنعاء الى اوكار لتعليم اللغة الفارسية وتمجيد رموز الارهاب الايراني وفي مقدمتهم الصريع قاسم سليماني ولفت الى ان هذه الممارسات تندرج ضمن مخطط ميليشيات الحوثي لتجريف العملية التعليمية بمراحلها المختلفة بما فيها التعليم الجامعي واحلال عناصرها العقائدية بديلا عن الاكاديميين والموظفين العاملين في الجامعات اليمنية كخطوة للتأثير على الالاف من الطلاب والطالبات وغسل ادمغتهم بالافكار الارهابية المتطرفة اكدت الجمهورية اليمنية مواصلة الحكومة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصرهادي تطلعها وسعيها الحثيث لانهاء الحرب المفروضة على ابناء الشعب اليمني من قبل ميليشيات الحوثية المسلحة والتي انتجت اسوأ كارثة انسانية ودمرت احلام وامال اليمنيين في بناء مستقبل يحقق لهم دولة مدنية ديمقراطية حديثة تلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم ومزقت النسيج الاجتماعي اليمني وزرعت الافكار الطائفية والعنصرية واهدفت موجة نزوح وتهجير جماعي لليمنيين ارتكبت اساليب القمع والاعتقال والاخفاء القسري في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان كما اكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي يلقاه منذوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الامن الدولي حول الحالة في الشرق الاوسط اليمن حرصها وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لانهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحرب العبثية الظالمة وذلك من خلال تقديم الحكومة التنازلات وبذلها كل ما في وسعها لتغليب لغة الحوار والسلام على لغة الحرب والدمار وكذا تعطيها باجابية مع كل الجهود التي تقودها الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رسيها القرار 22-16 ندد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين باستمرار ميليشيات الحوثية الارهابية في اطلاق طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة العربية السعودية اشهد العثيمين في بيان له بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيات الحوثية الارهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية للمملكة حذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي من خطورة استمرار تعنت ميليشيات الحوثية الارهابية عدم السماح لفريق الامم المتحدة لصيانة خزان صافر النفطي قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الاحمر والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات واشار رئيس البرلمان العربي في بيان له الى ان الخزان يواجه خطر تسريب مليون ومئة الف برميل من النفط الخام الامر الذي سيؤدي لغرق او انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان ما ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وانسانية تتخطى اثارها الجمهورية اليمنية ويشكل تهديدا خطيرا للامن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الاحمر مشددا على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لتمكين فريق الامم المتحدة الفني من القيام بعملية صيانة الخزان او تفريغه الامر الذي اصبح لا يحتمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الانسانية الكبرى وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الامنية والانسانية والاخلاقية والعمل الجاد لانقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة واتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لالزام الميليشيات الحوثية بالسماح فورا بوصول الفريق الفني الاممي لاجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة اعلن الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن التركي المالك اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة طلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران باتجاه الاراضي السعودية قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ان العميد الركن تركي المالكي ان قوات التحالف البحرية رصدت مساء الاربعاء محاولة للميليشيات الحوثية الارهابية القيام بعمل عدائي وارهابي بجنوب البحر الاحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد اطلقتهم الميليشيات الحوثية الارهابية من محافظة الحديدة واضاف العميد المالكي في تصريح نشرة وكالة الانباء السعودية واس انه تم تدمير الزورقين المفخخين والذين يمثلان تهديدا للامر الاقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية وبين المالكي ان الميليشيات الحوثية الارهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لاطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرات عن بعد وكذلك نشر الالغام البحرية عشوائيا في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق ستوك هولم لوقف اطلاق النار بالحديدة وشدد المالكي على ان قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الاجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الارهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الامن الاقليمي والدولي تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب والشرقية لمحافظة صنعاء وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان ابطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية نصبوا كمينا محكما لمجامع من ميليشيات الحوثي في جبهة المخدرة غرب مأرب اكد المركز ان الكمين اسفر عن مصرع اكثر من 23 عنصرا حوثيا وجرح اخرين وفي جبهة نهم بمحافظة صنعاء قال المركز ان ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية يأخذون معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية على امتداد جبهات القتال في مدرية نهم شرقي صنعاء واكد المركز تدمير قوات الجيش الوطني عربتين وثلاثة اطقم بعتادها تابعة للميليشيات الحوثية كانت في طريقها باتجاه جبال صلب بجبهة نهم واشار المركز الى طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية في جبهة المخدرة غرب مأرب وفي مواقع متفرقة بجبهة نهم اسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات تمكن طيران التحالف من تدمير دبابة للميليشيات الحوثية وتم افشال وكسر هجوم وزحف للميليشيات التي خسرت العشرات من عناصرها على ايدي ابطال الجيش الوطني في المحور الشمالي بمحافظة الجوف وذكرت مصادر عسكرية ان طيران التحالف استهدف دبابة تابعة للميليشيات في الجبل الاملس غرب مواقع الربعة التابعة لمدرية برط وتم تدميرها بشكل كامل وفي سياق متصل قالت المصادر ان ابطال الجيش الوطني تمكنوا من احباط هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع الجيش الوطني في المطابق وجبال الربعة واضافت المصادر ان ميليشيات الحوثي منيت بانتكاسة وخيبة امل حيث سقط في صفوفها العديد من القتل والجرحة كما تم استهداف عربة بي ام بي بالقرب من جبل ثيبة وتم تدمير خيمة لتجمعات الحوثيين وقتل كل من فيها وقتل كل من فيها واكدت المصادر انه شهد دخول اطقم عسكرية وسيارات حوثية لنقل جثة القتل واسعاف المصابين والجرحة من المواقع المستهدفة وصلنا وياكم الى ختامي هذه النشرة في ختامي لكم اجمل التحايا واطيب المونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة